في هذا الفيديو سنتحدث عن تسريع مينكرافت للكمبيوتر والتخلص من جميع مشاكل اللاق والتقطيع على اللعبة سلام عليكم بجمعكم وحاكم إن شاء الله تكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد ورجعت لكم اليوم بمقطع أسطوري سنتوري جديد مقطع اللي بجمعات الخير سيكون عن لعبة مينكرافت للكمبيوتر موضوعا طلب مني كثير في التعليقات يا أخوان على المقاطع اللي بنزلها أنه يا أحمد سوينا فيديو لتسريع مينكرافت بدنا نلعب مينكرافت بس مش عارفين كيف اللاق والتقطيع فريمات قليلة جدا وفي عدنا دروبات كثير على اللعبة إن شاء الله في هذا الفيديو رح نشارك معاكم بعض الخطوات البسيطة جدا اللي إن شاء الله رح نحل من جميع هاي المشاكل ورح نسريع اللعبة ونزود فريماتنا عليها وقبل بدي جماعة الخير زم بتشوفون قدامكم على هاي الصورة أغلب نسبة مشاهدين قناتنا للأسف مش مشتركين فبتمنى يا أخوان لو تشاركوا في قناة تفعلوا زر الجرس الله يسعد ليكم يا رب وطبعا لايك لهذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تابعوا معايا وطبقوا معايا الخطوات بالتفصيل يا أخوان أول شي رح ننزل لأول تعليق متبت نضغط على الرابط اللي رح ياخدنا لموقع الإلكتروني وننزل نحمل ملف تسريع مينكرافت هون نضغط عليه هون ورح ياخدنا لهاي الصفحة عندنا هون عداد بيعي تقريبا 15 ثانية نستنى ضروري جدا نحمل هذا الملف يا أخوان نضغط على الرابط جاهز حجم الملف 66 ميجا بايت نتأكد من حجم الملف 66 ميجا بايت نضغط بعدها على free download في هذا المكان نجداز كود الكابتشا هذا يا أخوان ونستنى يمر هذا العداد لو فتحة أي نوافد هون من بطقة سكرها وارجع نجداز كود الكابتشا واستنى تمر التواني عارف أنها مزعجة شوية يا أخوان بس بتعتبر دعم بسيط إلنا فالله يسعد ليكم يا رب نجداز كود الكابتشا ونستنى تمر هاي التواني بعد ما تمر التواني نضغط create download link ملف تسريع مينكرافت نتأكد بس من حجم الملف اللي حملنا يا أخوان زي ما قلت لكم 66 ميجا هو الحجم الكلي للملف نضغط على start download ونستنى يتم تحميل الملف 66.45 ميجا بايت بعد ما يتحمل الملف نجيبه بهذا الشكل ونجي نفك عنه الضغط extract هير بهذا الشكل هون عدنا طبعا ماينكرافت في المكان هذا يا أخوان ملف تسريع مينكرافت أول شي رح نيجي عند كود ultimate performance power plan هذا الكود والملف هذا وندخل وناخد هذا الملف بالشكل هادي يا أخوان نسخ ناخد هذا الأمر نسخ هيك ننزل هاد ونروح على البحث ونكتب كلمة cmd بالشكل هادي يا أخوان cmd بعدها هون رح نضغط click mean وندغط run as administrator عشان نفعل خيار ultimate performance هاد الخيار ممتاز جدا للألعاب رح نيجي من الكيبورد وندغط على control v من الكيبورد عشان يتم لسق الأمر اللي نسخناه نضغط enter ultimate performance بالنسبة لإعدادات الطاقة تم تفعيل هذا الخيار بعدها يا أخوان رح نيجي هون مرة ثانية ونيجي على آخر شيء windows system ونروح على control panel في هذا المكان أو نقدر نروح له من هون ونكتب كلمة control panel بالشكل هادي يا أخوان هايو بعدها نكبر هاد ونيجي على خيار view ونيجي نحطها الخيار اللي في النص large icons ونختار power options في هذا المكان بعدها رح نختار ultimate performance في إعدادات الطاقة ultimate performance نطلع يا أخوان ونرجع للملف نروح على أول برنامج quick cpu رح نشوف نوع الويندوز بنستخدمه 32 bit أو 64 bit كيف رح نعرف يا أحمد نروح على disk pc ونيجي هون يا أخوان كليك كيمين properties أو الخصائص وهون رح تلاقي system type هنا في هذا المكان 64 bit أو 32 bit أنا مثلا عندي 64 bit فرح أنزل هذا أضغط عليه extract استخراج بعدها هضغط عليه ضغطتين عشان تبت برنامج quick cpu i accept next next install استنى بعض التواني حتى يتم تثبيت البرنامج البرنامج بيحسن أداء المعالج على الألعاب بشكل كبير جدا ممتاز جدا هذا البرنامج نضغط على finish هون نستنى يتم فتح برنامج quick cpu هذا هي أي قونة البرنامج اخوان quick cpu يفتح البرنامج وفي هذا المكان على خيار system power plan رح نيجو نختار ultimate performance هون ونيجي على system power state هذا الخيار لو بتلعب باللابتوب أو عندك لابتوب تختار on battery خيار on battery في هذا المكان ولكن يستحسن لما تكون تلعب ألعاب لا تلعب على البطارية يستحسن تلعب على الشاحن مباشرة مع المنفذ منفذ الطاقة ولا تلعب على البطارية عشان بيقصر عمرها نيجي لهذه الخيارات اخوان رح نخليها 100% كلها كل هالخيارات 100% ونضغط هون على apply باللون الاخضر اوكي ونطلع بين البرنامج خلاص نمر للخطوة اللي بعدها تحسين الرام رح تيجي هون وتختار عدد وحجم الرامات اللي عندك مثلا عندك 2 جيجا او 4 او 6 او 8 او 12 16 32 64 على سبيل المثال انا عندي 16 رح اضغط هون واضغط yes واضغط اوكي انت رح تشوف هون task manager في هذا المكان وتيجي عن performance memory وهون رح تعرف حجم الرامات اللي بيدعمها جهازك 2 او 4 او 6 او 8 لو بدك ترجع كل شيء زي ما كان تضغط هون وكأنك ما سويت هاي الخطوة ولكن رح تختار حجم الرامات عندك وتضغط على الخيار هذا الخيار اللي بعده delete time finds الملفات المؤقتة رح نيجي على هاي الملفات كلها ونسوي لها delete وحدف نقشر هون try again ونقشر مرة ثانية وندغط على escape بعدها نرجع نفس الشيء للخيار اللي بعده كل هاي الملفات يخوان ملفات هي ملفات مؤقتة وغير ضرورية بيخزنها الجهاز ولكن بتسبب مشاكل في الألعاب نحذف كل هاي الملفات نرجع خطوة لورة 10 finds نقشر مرة ثانية هون control a اول مهم نقشر على جميع هاي الملفات ونسوي لها حدف بالشكل هاد يخوان دواني بسيطة نقشر هون وندغط على try again اشر و skip اشر مرة ثانية وندغط على skip وخلاص نرجع خطوة لورة على خيار disable visual effects نضغط عليه هذا الخيار بالنسبة للتأثيرات البصرية الخاصة بالwindows طبعا هي بتستهلك من الرامات وبتستهلك من موارد الجهاز فرح نحاول انت رح تلاقيها خيار اول رح تختار الخيار الثالث وتيجي هون على خيار show thumbnails instead of icons واللي بعده smooth edge of screen fonts وتعلم هون على خيار apply وتضغط على ok الخيار اللي بعده remove background apps رح تلاقيها شغالة البرامج اللي بتشغل على الخلفية من اكبر مسببات اللاق والتقطيع على الالعاب تيجي تسكرها كلها من هون هاي البرامج بتشغل على الخلفية على الwindows وبتبطئ من اداء الجهاز remove startup apps هاي البرامج تشتغل مع تشغيل جهازنا ترقائيا بتم تشغيل هاي البرامج احنا لما يتم تشغيل هاي البرامج بتبطئ وما بتخلي الجهاز يقلع بسرعة وكمان بتضل شغال على الخلفية وبتبطئ الالعاب تسكر كل هاي البرامج كلها سوي لها ايقاف visit now windows security notification الخاصة بالwindows والبرامج الخفيفة جدا انا بفضل انه نسكر كل شيء بستنا الwindows security notification نطلع ونيجي عن خيار الماوس acceleration هذا الخيار رح نلغي هون تسارع الماوس شير على انت الصح من هذا الخيار عشان نلغي تسارع الماوس نضغط على apply وندغط بعدها على ok خيار اللي بعده msi util version 3 كليك كيمين تشغيل كمسؤول ورح نيجي هون يا اخوان ونختار كرت الشاشر خاص بينا رح تشوف نوع وإثم كرت الشاشر خاص بيك amd او intel او invidia هذا هو الكرت ونيجي هون نختار high في هذا المكان وهون رح نضغط على apply بعدها رح نطلع هذا الملف يا اخوان وهذه الأداة رح نيجي نضغط عليها كليك كيمين ونعمل لها ارسال لسطح المكتب ولكن هذا الملف كله رح تجيبه مثلا وتاخده تحفظه في مكان عندك على جهاز بعدها رح تيجي وترسل ايقونة timer resolution بيقلل ال delay والتأخير على الألعاب بعدها تضغط عليه ولكن هذا الأداة لازم تدخل لها كل مرة بدك تلعب قبل ما تدخل للعبة تدخل للأداة تضغط على maximum وتنزلها للأسفل بتقلل ال delay وال lag على الألعاب الأداة ممتاز جدا الملف تقدر تحفظه في قرص ثاني أو في ملف اللي عشان ما ينحدف وهاي الملفات زي مثلا التيم بالملفات المؤقتة كل أسبوع أسبوعين تقدر تيجي وتدخل الملفات وتحذفها تحذف هذه الملفات عشان زي ما قلت لكم بيتسبب مشاكل على الألعاب الخيار اللي بعده يا اخوان رح نيجي هون لسطح المكتب نضغط على display settings ننزل للأسفل على خيار graphic settings بعدها رح نفعل هذا الخيار نتأكد أنه نفعل عندنا hardware acceleration بالنسبة لكارت الشاشة ونضغط هون على browse بعدها رح نجيب لعبة minecraft يخوان نشوف وين موجودة لو ما لقينها هون رح نيجي مثلا على سطح المكتب ونيجي هون على minecraft كليك يمين ونضغط على تاني خيار open file location المسار اللي متبت عليها اللعبة رح نيجي ناخد هذا المسار نسخ بالشكل هذا يخوان ننزل هات ونرجع هون نضغط على browse هون يا اخوان ونيجي لهون ونعمل لسق للمسار اللي نسخناه نضغط enter رح نجيب الايقونة هاي add options high performance بالنسبة لكارت الشاشة نضغط على save نفس الشيء نجيب الايقونة التانية هاي الايقونة add بالشكل هذا يخوان options high performance وندغط بعدها على save اخر خطوة رح نسويها على windows نرجع للsettings والاعدادات نروح على gaming هذا الخيار نطفيه لو شغال Xbox game bar بتبطأ من اداء الالعاب نروح على خيار game mode نتأكد انه هذا الخيار game mode والمود الالعاب شغال على windows اخر خطوة اخوان رح نتأكد من تعريف كارت الشاشة الخاص بنا لو كان اخر اصدار او لا رح تروح وتفتح مثلا geforce experience وتتأكد انه التعريف محدد لاخر اصدار check for update على حسب الكارت بتستخدمه المهم انك تتأكد انه محدد لاخر اصدار بعدها رح نيجي نفتح اللعبة اخوان minecraft عشان في بعض الاعدادات البسيطة اللي رح نسويها جوه اللعب اوكي بنروح هون على خيار options هذا الخيار بعدها عند خيار video settings اول خيار full screen resolution رح تختار شاشة كاملة المهم نيجي هون مثلا على سطح المكتب display settings ننزل الاسفر رح نلاقي display resolution 1920x1080 رح تختار نفس الresolution رح تلاقيها هون في شاشتك نفسها رح تختارها هون جوه اللعبة انا مثلا رح نختار 1920x1080 رح تلاقيها بالشكل هذا 30 fps او 60 fps 75 كمان اقصى شيء بتدعمه شاشتك او تخليها current خليها current خيار render distance رح نخليه على 7 خيار simulation distance رح نخليه 8 هون بالنسبة للمكس frame rate تقدر تخليها unlimited غير محدود ولكن بالنسبة للاجهزة الضعيفة كتير تخليك على 70 او 90 لا تتجاوز ال90 بالنسبة لخيارات graphics تخليك على fast هون smooth lighting خليها off v-sync كمان طف فيه ننزل هون للأسفل خيار هذا entity distance رح نخليها على 50 وخلاص ما بعتقد انه في اشي كمان مهم هون clouds هون رح نخليها off خلاص ما في اي اشي مهم بعدها نضغط على done نضغط على done و let's go للعبة اوكي اخوان و هسا احنا جوا اللعبة زي ما قلت لكم لا تنسوا بس الطبق الخطوات زي ما سويناها ما بين الناس تتخلصوا من جميع مشاكل لدربات على اللعبة ماينكرافت ماينكرافت لعبة حلوة بصراحة ورائعة جدا وكتير ناس يدورون على هاي الطريقة عشان هيك زي ما قلت لكم اللايكات هي اللي بيتخلي المقطع ينتشر ويظهر ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس حبيبي والله حبيبي والله ما بدي المقطع يطول كتير اخوان اتمنى بس تطبقوا الخطوات زي ما سويتها في الشرح بالضبط لايك لهذا الفيديو الرابط راح تلاقوه في وصف الفيديو و اذا ما كنتم مشتركين لا تنسوا تشتركوا في القناة في كتير العاب بنعمل عنها شروحات لحلول لمشاكلها تسريعها وكمان حلول لمشاكل الكمبيوتر و الويندوز ما دلشي غير ودعكم ألمان ان شاء الله مقطع ستوري سنتوري قادم سلام عليكم ورحمة الله